قالت شركة الطاقة الفرنسية انجي ان شركة جازبروم الروسية العملاقة ابلغتها بخفض اضافي وفوري لشحناتها من الغاز اعتبارا من اليوم واشرت الشركة الفرنسية الى ان شحنات الغاز الروسي خفضت بشكل كبير منذ بداية النزاع في اوكرانيا وبلغت مؤخرا واحد ونصف تيرا وط في الساعة فقط شهرية قالت رئيسة المفوضية الاوروبية ارسولا فوندر لاين ان الاتحاد الاوروبي سينفق 300 مليار يورو على التحول الاخضر للتقليص الاعتماد بشكل تدريجي على امدادات الطاقة من روسيا ومن جهته قال الرئيس الاوكراني فلودامير زيلينيسكي ان بلاده يمكنها ان تصبح احد الضامنين لامن الطاقة في اوروبا ازمة طاقة تزداد حدتها يوما بعد يوم وايام عصيبة قادمة تهدد دول الاتحاد الاوروبي بلا استثناء استعدادا لتأمين مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء الرئيس الاوكراني فلودامير زيلينيسكي دخل على خط الازمة الراهنة داعيا دول الاتحاد الاوروبي الى تخزين الغاز الطبيعي في منشآت التخزين الاوكرانية والاستثمار في صناعة الغاز ببلاده زيلينيسكي الذي تمتلك بلاده احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي قال ان كييف يمكنها ان تصبح احد الضامنين لامن الطاقة في اوروبا مضيفا ان الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع اوكرانيا قادرين على منع ازمات ارتفاع اسعار الطاقة مجددا وتمتلك اوكرانيا مرافق تخزين للغاز بالقرب من حدود الاتحاد الاوروبي بحجم يزيد عن 30 مليار متر مكعب الامر الذي شجع الرئيس الاوكراني على دعوة المستثمرين الاوروبيين للمشاركة في تطوير حقول الغاز الحالية ببلاده وابرام العقود والاتفاقيات الثنائية لتوسيع عمليات الاستكشاف والحفر والاستخراج ثم توزيع وتصدير الغاز على جانب اخر اكدت السلطات الاوكرانية استعدادها زيادة صادراتها من الكهرباء لدول الاتحاد الاوروبي برغم الازمة الحالية مع روسيا وقالت انها تستطيع تصدير الكهرباء باسعار ارخص من المتاحة حاليا في السوق العالمي ودعا زيلانسكي ايضا رواد الاعمال الى الاستثمار في انتاج الطاقة الخضراء والهادروجين الاخضر في اوكرانيا نظرا لما توفره البلاد من مساحات اراضي شاسعة وقوة رياح جيدة وسطوح ملائمة للشمس فضلا عن اللوجستيات مثل نقل الطاقة قال المستشار الالماني اولوف شالتس ان اجارات الحكومية لضمان امدادات الغاز خلال الشتاء جعلت المانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية واوضح شالتس ان المانيا باتت في وضع افضل بكثير من حيث امن الامدادات مما كان متوقعا قبل شهرين مشيرا الى ان برلين يمكن التعامل بشكل جيد مع التهديدات التي تواجهها من روسيا على صعيد امدادات الغاز اشتركوا في القناة